بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نكمل في هذه الحصة الدرس الثاني إلى عنوانه Energy, Energy Transfer and General Energy Analysis نبدأ بتعريف Heat Types أو أنواع الهيت بالنسبة لأنواع الهيت في نوعين النوع الأول Sensible Heat والنوع الثاني Latent Heat النوع الأول Sensible Heat If the heat added to or removed from substance to produce a change in its temperature يعني هي الحرارة المسؤولة عن تغيير حرارة الجسم فقط فزي ما نشوفه هنا بمثال عندي Sensible Heat السوات هنا غير درجة حرارة الجسم من 60 Fahrenheit إلى 2012 Fahrenheit مع المحافظة على خاصية الجسم بما أنه هنا سائل وهنا سائل الجزء الثاني اللي هو إيش؟ اللي هو Latent Heat Latent Heat is the amount of heat added to or removed from a substance to produce change in face يعني هي الحرارة المسؤولة على تغيير إيش؟ فيس يعني إيش فيس؟ يعني حالة الجسم حالة الجسم هنا للتنويه تتكون من ثلاث هي solid, solid, liquid, liquid, سائل, gas, gas فهنا حسنا نشوفه في المثال هذا Latent Heat هنا إيش سواتي حافظتلي على درجة حرارة الجسم 2012 فهر نهاية مثلا ولكنها إيش سوات غيرتلي حالة الجسم من سائل إلى إيش؟ إلى بخار فهنا تسمى Latent Heat فنعيد هنا Sensible Heat هي الحرارة المسؤولة عن تغيير حرارة الجسم بدون تغيير حالة الجسم و Latent Heat هي المسؤولة عن تغيير حالة الجسم بدون تغيير حرارة الجسم بعدين نمر إلى Energy Transfer by Mass Flow زي ما درسنا Energy Transfer by Heat و Energy Transfer by Work ندرس هنا Energy Transfer by Mass Flow زي ما نشوف هنا Mass Flow يعني تدفق الكتلة فنحاول نقرأ الفقرة هذه ثم نفسر بعض الأمور Mass Flow In and Out of the System يعني تدفق الكتلة دخولا أو خروج من النظام Service يعني تؤدي إلى Additional Mechanism of Energy Transfer يعني زيدني من آليات تغيير الطاقة للنظام When Mass Enters a System The Energy of the System Increase Increase يعني تزيد فهذا يعني لما تدخل الكتلة إلى النظام تسمح للطاقة بزيادة Because هذا why Mass carries energy with it يعني الكتلة تسحب معاها أو تجيب معاها طاقة نفس الفكرة Like ways When some mass leaves the system هناك بعض الكتلة تخرج من النظام طبيعي جدا لما الكتلة هذه تخرج من النظام إيش تسوي معاها تسحب معاها تسحب معاها الطاقة فهنا The System أو Energy of the System Decrease Why لأن الكتلة هذه زي ما قلنا الحين Takes out some energy with it أو تأخذ معاها بعض الكتلة مثال هذا When some hot water is taken out of a water heater لو أخذنا بعض الماء الساخن من الwater heater فهذا يعني إيش إنه الإنرزي لهذا النظام نقصت عمزات الشباب هنا لو طرحت أخذت الكتلة من هذا النظام إيش تصبح طبيعي جدا هنا الكتلة تأخذ معاها الطاقة فيسمح للطاقة بالنقصان Decrease نقصان يعني Decrease The Energy content of the hot water tank Decrease دي ما قلنا الحين As a result of this mass and direction نهاية نكون خلصة المحاضرة هذه إن شاء الله تكون واضحة لكم فقط للتنويه هناك ثلاث أنواع لانتقال الطاقة Energy Transfer by Work Energy Transfer by Heat Energy Transfer by Mass Flow موسيقى